السلام عليكم متتبعين الكرام يبدو أن جريمة مارتيل التي أحدثت صدمة وسط المجتمع المغربي لازالت جارية بالمفاجآت القضية تتطور نحو سلسلة من الجرائم الهوليوذية وقعت الجريمة التي كانت بمدينة مارتيل المجاورة لتطوان شمال المغرب مصرح لها سنة 2012 ونكشف هذه الاسبوع الماضي السيدة قتلت صفاتها للزوجها في 2012 وقد اكتشفت في 2023 شوفوا ما اكتشفت السيدة اردبت فضارها والمفاجأة الكبرى التي اكتشفتها هذه الأيام هي الابن المسكين كان خدام صباغ اسمه عزوز وراجله اسمه شريف وهي يحسراء كان اسمها راضية السيدة اسمها راضية لا تستهجد اسمها اسمها راضية صفاتها للزوج شريف وصفاتها لابن عزوز كان خدام صباغ بعدما جرى اعتقال هذه السيدة وشقيقها بتهمة الازهاق روح الزوج ديالها مساعدة شد الشقيقها بحيث الزوج ديالها صحيح راكتو مجتمي بكتش هذه الزوج ديالها يعني هي تصفيها لي وقد دلو اي حاجة في الماكله كدرها السيدة راكتن صحيح راكتو في الصورة دياله لا تقدش عليه فطرت بالتعاون مع الشقيق ديالها يعني الأخ ديالها تعاونته هو ويا هي ويا عفوان باش يصفيها لراجلها ويزاد وكملوا بالابن ديالها يعني بش عارفوها تسيدة ديالها بدم بارد كتخرج ودافناهم فضار طبرة مصيبة طبناهم فضارة يعني كي تتباتوا الدو الشمى والطيب تمى والتاكل شوش حال من عام را تلتائش العام وما عايشين مع اسمم مدفونين ما كانت خاف ما كان يعني والو قلبها مقطوع تعرفوك بحرقة لتنا موسى دنسات هي ماشي كتفكر فيها غداء توحج لا يزاده طبعا في جوج عرازت جوج عرازت اللي يداره في دار ويكا تشطح وتغني وما مصوق شنساتي بالإرارة تكبت هذا الشيء ودفناته يعني في المرئة بدين المنزل في ملكي يتيما يعني كان البيت قيد يعني في سميته وفي سميته ودفناته مدمع وبعد انكيشاف خيوط الجريمة التي وقعت منذ سنة 2012 يعني من 2012 صاف مية تكشفت ومباشرة تحقيق معها في القضية اختفاء ايضا ابنها وعند تلبنس دياله تلبنس دياله تختافت يعني يجوج تختافه تشير المصادر إلى عناصر الشرطة العلمية يعني انتم عارفين المجهودات ونحن ديالما نشكر الشرطة المغرب ديالما للمجهودات ديالما لا يعرفوا ما هو الناس ديالما الخدمة 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 تحييي لهم خاصة يعني فضل قطة الشرطة العلمية عطيرة مساء أمس يعني نهار الجمعة على روفات شخص آخر يعني مدفون شخص آخر ومتتم عارفين قبل ما يديروا في عرفين يعني عندهم يعني النظرس يعني معلمين يعني أعرفوا باللي HD قبل لما يديروا أيضا مشاكل للإبن احنا الابن لل ولد و الموظيفة الكبر احنا يا أخاي الابن للبن يعني شفتها لهم كاملا هذا السيد هذا السيد هنا هنا السيد هذا السيد وعن كأنه البرنامج المختفون ومشاهد برنامج المختف والتي في القناة قناة التلفزيونية الثانية المغربية وهي تبتل دور المكلومة دور المحروقة دور المظلومة اختفاء زوجيها وتناشد من أجل العثور عليه وكتبكي والناس تواسيها والناس عفتيش حال دعات في ذاك الراجل ويتم ولاده وخدالها تلولاد اختلت الأولاد حياني وهدوذك الراجل مبقت فيه وبتقيقها والناس كتبرة والناس كتسبوقا لحوله ولا قوة إلا بالله ولكن هي رأس الحربة واو دفنة الراجل ودفنة الأبناء هذا الشيء كامل على هذا الشيء ما فيه غيانا سي محمد هذا الشيء نحن ندير التحقيقات الجارية نحن ندير التحقيقات المغربية لا يوجد إلا هو خانة لا يوجد قانون احنا نفترض خانة ندير فيه هذه الحالة كيف يدخلها؟ صفات عائلة صفاته صفات ولده صفات ابناء ابناء لا أعطنا عليها ولكن هي في طور الشقوقات يستطيعون حافرين هذا المره ويحافرون بلاسة في الكوزينة لأنه حافرين ويصفاته يتضبط الإنسان ويسرد في دار السيبة ويسرد لا يوجد فيه دار السهل الآخر لأنه يمكنك على الأشياء لأنه يمكنك القوة من الشرطة العلمية من الذي يجب دائما كيفاش عرفت ديك البلاس رابد فولها. السيدة رابعة تارفتش. بقيتش انا انا را دافع. قطنقرها. لا قطنقرها. خرجاتي اخبارها راحقرها لجزائر. راحقرها لجزائر. راحقرها لجزائر. راحقرها لجزائر اللي هم يعزينون. السيدة صفتها له. هي وخوها. عندهم المجرمين الرئيسيين اللي احنا نطالب اقصى العقوبات لها الجوج. نفس العقوبة. ما هي اللي هو هي. تاخوها داخل في هذا الشي. تاخوها صفوا الراجل وصفوا الابن. وانا عندي تعيف المياه. ها يلقى الجوة التالية هذه الابنة ديالها. صفهم ثلاثة ودرجة عراسة التماية وناشتين وواكلين وشعربين وميجا برنا ماجي مختلفون كيفين وراتهم باللي ما عندهم. شو باللي الحالة المادية يا افوان تضهورت. وباللي كل شيء اه يعني كان كالاب راو السند دي العائلة ودبا راح مشا وهرب الجزائر وخلانا وهذه وهذه والبكاوات. وتقول انت را هات السيدة دي را مضلومة. را مضلومة ومطيح لاتشي واحد ولا المخبيرين. ولا مخبيرين. في عين من نفسه ومطيح لهم باللي هات السيدة دي هي 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 يعني اللي صفعتها لي وصفعتها لابن ديالها بمساعدة الاخ ديالها ديالها مسخوط الوالدين. بمساعدة الشراء رات يضرر في الخطر. وقصي بالله واحدة ويستنطقوها وكيفاش وشنو درسي وشنو دي. ما مصدقينش ريكش اللي كي يسمعون. را ما مصدقينش. انا متأكد. كيف هات السيدة هي والاخ ديالها تتافقوا على الراجل ياها والابن ديالها اللي كيقول لك الام هي السند الابن. كيف التافقات عليه وكان كي يخد بغا صباق. السيد كي يجي مدكدك. انتم اقام يا صباق عندك بناين. شجار سودون. مساكن. كي يدربوا السحرة بعده اوقات العاملة يعني محدودة. او مثلا يدخل مع عشراء يخرج مع ثلاثة. ما جاء. ربعا مرات صباق وكانت لقى كي سبغ في الليل. الاجئة الفورصة. ومراكم عارفين ومرا كي يدربوا الصرف بره الله. بره قالس. بره وقت اشتاك يقلسوا. وقت ابتي. السيد بسكير بدور الحركة جاعيان. جاعيان. داخل الدوش يدوه وشي نعس. جاوا يعني ضربوه بمطلقة ويجدوه وحفرة في الكوزينة لاحوه في الكوزينة. صافي. مع ذاك اخوها الاخور كان بنا يجيتي عارف كيفاشي صيب ذاك الارضية. ها احنا تعنينا مولدها. صافي بقائمنا داب البنت شوف واش البنت شنو دالو لها. واش البنت يا ربي ما يكونوا اش غصفة وها ليها يكونوا مثلا هربوها ولا دالوا لاشي حاجة مهم تكون حية. مثلا بنت تختافات. ولا بقوا كل شي في الاب. لا هو الاب هو اللي الدولة ده مشال جزائر شو على. ما م ما ما اخطرووش هومشي بلاد اخر زعماء ملف ياها لجزائر. ما 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 اتقدوشت. شو تقلبوا اللي يفي الاجزائر. واشو شو الله. الشو الخوط ديال هوشكو على الخوط خابيطها. عادية انا كنسمي خوطة خابيطة ديال ديال المجرمين هدو. واستعانة مصالح الامن بافراد الانعاج الوطني من اجل حفر يعني المرأب واستخراج رفاة الطحية التي قتل ودفينة بعين المكان منذ سنة 2011. ستدفن في اواخر 2011. وبقاتم مايو ستانة المصالح الام بافراد الانعاج الوطني بشي يجب دونه هذا العطوم بشي يجب دونه واحد تدقيق. يعني اي دليل اي قميش اي اي تدفن معه شي ساروة شي شي دراهم اي حاجة تجيبه اي حاجة ناس خاصة تبارك الله عليهم يعرفوا كيف كيف يرشوا برودوية كيف تراب يوليه شي شي شو حيث داروا علي الدبا ماشي انتم عارفة الارضية مش يحفروا وداروا علي السيمة دبا المصعبة السيمة والسيمة تتحيي دام العظام وتخرج داك العظام والاتواب ولكن في جي يجيبه شي ساروة صعيبة 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 يعني واحد الافراد الانعاج الوطني يعني تبارك الله عليهم ومشاء وحيدهم ومخلوا بتشع ضغطة زم ما اللي غريب اللي غريب انا كي جيني غريب كيفاش هاد السيد النفساني دي لان انا انا بغيت يعني كتبوا حقيقة نسول هاد السؤال كيفاش كوزيك تنعسي كيفاش كوزيك تنعسي كفاك كوزيك تدرسي جوج عراسات كيفاش يا تي سالمغاربة كي يتسألون هاد السؤال يتسألون هاد السؤال احنا كشوفوا شي مرة مثلا جتها غيرة ما عند رجلة او شي مرة مثلا بصاحبة شي صديق ديانا بصاحبة ماجهة كي جاء واحد غيرة او قطعها في التليفون تغوّد تبكيت شكي على علمها ولكن شوفوا حنا شي ازواج مثلا من غير الخيانة مثلا دلّ شي حاجة ما بغير شي شي ليلة هالتلاجة مثلا شرال هالتلاجة اخرى اه ولدات ما بغير شي يسميها تسمية كشوفوا باللي كانت الفاجر على الام ديالها او كانت بشي كتتحكي لصاحبتها او هذا مهم كيكون واحد واحد الكونتاكت ما بينها ما بين ام ديالها ما بينها ما بين الصديقات ديالها كانت الفاجر لقع في وجهه وكيكون واحد الخيطة طيب هذه السيدة هذه منيلي صفاتها لهذا الراجل والابن ديالها وممكن نتمنى ان والله ما تكون صفاتها لابنة ديالها اللي هي مختافية بعد التشارد الفعل وتم اشتوها جاءت وبرنامج المختافون وبتسكدوا عادي وبتسكد بكي والناس كتشفق عليها وكتخطي فاطر الراجل ماذا تعلموا درس المتدبئين الكيرام؟ ماذا تعلموا احنا درس من هذه السيدة هذه؟ يعني ما بقتش تقيقة كيف تسيدها وتشوف انت دراجل تقول له دراجل مزيات دراجل سامح في اولاده وعفوان وسامح في كنتي وقال لك بتجوع وتخرجتي خدمتي وخرجتي وهذه وهذه يعني انت برتك ومشا قالت لك خرجات عليه بللي كان عنده شي صاحبوه في الجزائر ومشا حرقوه وشي هضراه وشي سخار بيق وشي يعني ما كانت الخوطان درعوسة ولكن الحمدالله وبالله بفضل الله بفضل المحقيقين المغاربة والشرط الاعلمية تمكنوا من حل اللغز الاختفاع دي لها السيد هذا يعني السيد اللي اسم دي له شريف رحمة الله عليه هو وسيع الزوز الصباق مسكين الابن لي كان عدي كون اسرة كان السيد عدي تزوج عدي دير وليدات عدي يكريشي ادار الحلم اي مغربة بمسكية بغي دير اوصرة دياله ومعززة مكرم فجتت سيدا وصفت هل ابن دياله وصفت هل حناية هنا حناية هنا نقدر نقول لانتي اللي كان عند تلك وتكتخوني راجلك تلك كان عندك العاشق ديالك فالسبب الرئيسي شي كي يقول الاموال وتانا في واحد الفيديو قلت بلي الاموال بحيث الناس كتخرج قلت قلت لك اموال كان حط 20 مليون شي كي يقول لك بلي كان عند العاشق ديالها عاشق ديال يعني هذو كامل احتمالات كان ناخده كل احتمال كان نعطيه خمسين في المئة حيث ممكن تسيده بوحده حقا ما تحملوش ما نعرف حقا ما تحملوش ولكن ما تحملوش هتصفي حالو ايه هو ولكن هذي بغت تزوش على شدرج عراسات فهمتي اذا حناية ندوره حناية السبتة كنا نعرفه باللي كانت عند علاقة مع مع شود اخر وارتكبه الجريمة وهي ترتج عراسات وصفصت الابن دياله اللي كان يمكن رافض رافض الزواج دياله للمرة الثانية وقامت بتصفيات دياله هذا ورجعت بعض المصادر ان الرفاة التي تم استخراجها لأسبوع الماضي تعود للابن يعني هنا يا طبعه الطابع من الدوم المختبر وشرح ذلك العظام عارفوا بالله العظام ديال الابن صافي ما كانش ذال الابن العزوز الصباخ العزوز المسكين اللي يمشى ظلم وعدوانا يعني يمشى صفات هالو عوزاني وصفاتها للراجلها حول ولا قوة إلا بالله بينما رفاة الاب المختفي منذ طلعاش العام هي من تم العثور عليها أمس الجمهة يعني تنقىوا أعظام ديال الاب والقاو الأعظام ديال الابن ولا زالت الابنة المتهمة بهذه الجرائم المختفية يعني الابنة البنتها باقى مختفية ويجه المصير وهذه حدود الساعة حد الان معرفوها واش تدفنات ماء واش الزواء فميكة ولحوا في شي قدوس واش الزواء ولحوا في الحر لم يكن أعرف أحد الآن والسيدة تنقر كل شيء وخلقوا هذا الشيء لم يكن تساعد هذه الخدمة كاملة برادرة الشرطة الشرطة بالأبحاث والتكنولوجيا وبالمعرفة هذا النوع من الجرائم هم الذين قلوا هذا الشيء الأمر الذي يضعنا أمام واقع جريمة النكراء صافي تجد الإشارة أن مدير الأمن لا تصدر أي بلاغ بخصوص الروفات التي تم أعطر عليها أمس هذه القضية كانت صعبة وفي نفس الوقت صادمة هذه القضية التي نقول عليها صادمة للمغاربة بالصح وما هي أخوة التي تتبينها ماذا صادمة؟ وكيف جاءت السيدة تصفيها الرجل وتصفيها الإبن وما صارتها ومصيرها الإبنة مجهولة مئة في المئة وهو تصديدة لقيتها الرجل وقيتها الإبنة وبينها صفاتها تالإبنة 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 صافي يرى دفنتها في الكابينة وفي شو في الكابينة تتقلب وتتقلب حديها وفي الأجوع وربما يلقوا شيء أعظم أو شيء سكولي طواعي عرفوا بالإبنة صفاه وعليها ترجمة نانسي قنقر